المشروع المحطة الكهرونووية جتكم أوامر من القيادة العراقية أنا ذاك بأن تبحثون عن أماكن أخرى أكثر سرية يعني وتكون تحت الأرض ورحت وذهبت وافتريت العراق في مناطق أو في محافظات متعددة بيّن للمشاهد الكريم بعد ضربة مفاعل تموز العدوان الإسراعيلي في حزيران 1981 جاءنا قرار أنت كنت موجود أثناء لما انضربوا المفاعل وكنت مداوم بذلك اليوم وكان على أساس عدنا اجتماع مع الجانب الفرنسي حول السلام النوية لتشغيل المفاعل لأن كان على وشك التشغيل ثاني يوم جاءنا بالدوام وصلنا باب المنظمة بالتويتة قالوا ممنوع الدوام إلى شكم يوم لأن المفاعل ما دخلتوا ما دخلنا من الباب الخارجي حوالي كلمترين ثلاثة بس شفنا القبة ما إلى ويعني ما كنتوا تعرفون أنه ما كنا نعرف أنه البارحب بالليل انضرب المفاعل ما كنا نعرف ما كنا نعرف بعدين أعلنوا عنها بعدين هو صار في وقتها يعني تقريبا ساعة ثمانية مساء التشويش بالتلفزيون نعم صار تشويش لثواني لثواني تشويش على الرادارات كان أيضا على المحطات التلفزيون وهذا تشويش من الطائرات الإسرائيلية نعم فلذلك يعني بعد هذه الضربة جانا إش قد تأثر المفاعل والله تأثر بالنسبة إش قد جراء القصف الإسرائيلي تأثر حوالي يعني هي القبة الرئيسية الحاوية مع المفاعل كلها مضربة يعني دمر بعد ما ممكن نستفادة منها بس تموز تموز اثنين صغير تموز واحد كبير أربعين ميجاوات تموز اثنين هو نص ميجاوات فصغير كمودير لتموز اثنين ما تأذى طيب فبعد هذا بعد هذا الضربة كان المشروع مرتبط في أذول لجنة الطاقة الذرية دائما فجتنا التعليمات أو أوامر أنه نبحث عن موقع للمحطة النوية تحت الأرض لتجنب تكرار ضربة من قبل إسرائيل وبكادر عراقي متخصص فقط بدون تدخل أي كادر أجنبي فرحنا مع خبراء بجراءات سرية يعني أي أكيد يعني مو بشكل مفضوح طبعا طبعا حتى السيارات كنا نأخذها الروح للمناطق مثلا وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة أو الإسكان من أخذ سيارات مكتوبة عليها لوحات الطاقة الذرية حتى نتجنب أي إشكال في هذا الموضوع فالحقيقة خبراء عراقين من المسح الجيولوجي من النفط جيولوجيين هيدروجيولوجيين وجيوفيزيائيين وزلزاليين فدرسنا عدة مناطق منها مقلوب جبل مقلوب وجبل بعشيقة في الموصل وجبل مكحول وجبل خانوقة في صلاح الديد وقاليزانطا في عقرة وبعد الدراسة ويعني بعد سنة تقريبا توصلنا إلى نتيجة أنه عدم إمكانية تنفيذ المشروع داخل هذه الجبل لأنه معدات المشروع ضخمة وهائلة فجاء يعني كنت أنت ناوين أن تكون المشروع مشروع كله داخل جبل داخل جبل نعم فلذلك يعني وجدنا أنه إمكانية صعبة جدا فلذلك رفعنا توصي أنه لا يمكن تنفيذ المشروع داخل تحت الأرض فلذلك صار قرار أنه نبحث عن مواقع أخرى فوق الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر